ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سوف نقوم بالتفاية في التنجرة لديه تقريباً هنا مهم لديه عينكم ميزانكم وموحي الكيمية لديه تفاية الملحة وموحي رسكين جبير والخرقون بلدي وشي شوية رأس الحانو وموحي الأطرية التي تكسكسوا وقرف عواد وشوية الزعفران شهرة نخلط هذه المكونات لا زيت لما لواله نرط نجرة فوق البوطة ونخلي لك البصيلة حتى تكدبها نقوم بالتفاية لديها تقريباً هنا واحد جوش كيلو دي القرها قطعتها مكعبات ونقوم بمليحة فقط نغطي عليها ونضعها فوق البوطة ونخلي لها حتى تطلق ذلك الماء ونتبخر فيه ونقطع هنا سوف نرد الدجاج بطبيعة الحال الدجاج نقوم بسدر ونقوم بسدر ونقوم بسدر الأطرية كاملة التي لديها في القصرية ونقوم بشي شوية الماء لكي لا نقوم بسدر الأطرية نقوم بسدر الأطرية ضروري نقوم بعمل الحيkar ونقوم بالحفظة الشغلة الوضعية مرتفع ونقوم بنظام الماء مرق بالماء يكون طيب القياس اللي سيطيب لي فيه تجاج و نضير حزيمة القزبر و ماء تنوس نرط نجرة فوق البوطة و نخليها حتى تطلع فيها الغلية نضي لها شوية زويتها بالدية هنا عندي التنجرة بعد ما طلعت فيها الغلية نضير الحمص مرقب في الماء و خليتها كطيب هنا بتفاية شوفوا معي البصيلة رهاد بالت نضيف عليها الزبيب اللي مرقب في الماء مع شوية القرفة و نضيف طويبات السكر و شوية العسل أنا تفاية ديما نريد أن نسلها بسكر طوبة و ليس ساندة نضيف شوية المسكر حرة الشوية السمن صافي و نحرك و نحرك نخلط هذه المكونات كامل و نخلي التفاية دياليتا ذلك الزبيب و نحس به إذا ما طعم نضيف القريعة القريعة شوفوا معي بعد ما تبخرت مزيان و تعجنات و طابط نضيف عليها طريب الزبدة شي شوية ديال الزيت نضيف قريفة نضيف مسكة حرة نضيف شي شوية ديال العسل و نضيف ساندة مهم الحلاوة لحسر دياليتو و ما بغيتو و قدرت هنا واحدة جمعة الكبر ديال المظهر و نخلط مزيان مزيان و نخلي ديك لحسر ديال غريعة تبقى تعسل 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 تكتوقف هنا شوفوا معي تفاية ديالي دا بعاد غنضيف لها شي شوية ديال الزيت و زبيدة ماشي الزيت العود زيت عادية زبيدة و زويتة عادية و مره مره كنبقى نحرك مره مره كنبقى نحرك حتى كنحصل على عاد النتيجة شوفوا تفاية كيفاش كتجي ما كتكونش فيها قطرة ديال المو كتجي معلكة و محمرة و كتجي غزلة و لكن ما تنسوهاش أعطي البصيلة را كتجي كارامينيزة لبناط كتجي مديدة بزرق مره 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 حركه هنا تجاج واحد القادية تجاج أنا دبون كلم عن المبتدئات تجاج مره 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 قلبه تجاج كان في الولا سدليالو كان ندوره للجهة لبناط كان ندوره للجهة لبناط هنا شوفوا معي القريعة القريعة كان بقى حتى هي مره 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 نحرك مره 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 نحرك عفتي في غير منتكت و كتجي نعرفها وجدات تجاج التعزلية في واحد القنيتة كان هناك مباركة على و لكن نحاول نرشي شوية زويتة بزي اللي انه القريعة كان نحمره نسوها بدك الزويتة دابا غادي ننضوزه باش نخلطه كسكسو ديالنا أنا تقريبا ندرت واحد الكيلو ونص ديالكسكسو حيث كانوا عندي الناس عندي الكيلو ونص ديالكسكسو كسكسو 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 كان نسوه بالماء كان نعطيه الماء الكافي كل واحد وعلى حسب كسكسو اللي يستعمل مهمة نستعمل الاتقانت و ما رأى عارفيني و اللي تشده لي عباره في الدية كسكسو كنلبسوا مزيان بذلك الماء و نخلي علاجا و حتى يشرب لي ذلك المياه نرجعه دابا للتشاش هذا الدجاج ديالي راندي قلبته على الجهة ليمناء وعود قلبته على الجهة ليسا هذا الدجاج عندي راه طاب صفي طاب زبدة زوين و ذلك المريقة عفتيكة يا سلام نحيد الدجاج ديالي و نضعه على جنبه حتى يشرب و نجارتنا دجاج طيبه و هو اللواني و سنعجبني دجاج طيبه و هو اللواني و ليس يجيني باسل و نريد دجاج يجيني منغم و ملدد و بالك الأطرية و يجيزين و ليس من الأول نضعه لي كثيرة المياهات و وجيحات و شوفوا معي المريقة كيف اجداره المريقة سأعطيها تجيغ غزال و تشهي إذا أريد أن أضيف أحد أخوزه فهذه الخيزة لا سأسجي به هذا الخيزة يتلقي لنا غير حلاوة و يتلقي لناحة اللوبيين في المريقة أضفت أحد ثلاثة مطيشة صغيرين مطحونين بالكشور و كان مرق بالمسخور السر المريقة مطيشة أنا لا تعجبني لمريقة تفايا لا تكون فيها مطيشة لا تعجبني نهائيا جربوا هذه الطريقة و أردوا عني الخبار هنا عندك سيكسون بعدما شربته المال كافي و خليته شرب ذلك الماء و أرتاح مع رسعته ضفت عليه شي شوية دي الملحة و شي شوية دي الزويتة و كان بدان نبس بس فيه و كان بدان نبسو بذيك الزويتة والمليحة و كان بدان نحل ذلك الكويرات بنيت دي و كان ديروه في الكسكاس بشي فور الفورة الأولى أنا كان ديلي جوش فورة فقط سيكسون بعدما مرقت طنجرة و طنجرة و طنجرة طلعت فيها الغلية سوف ندير الفورة الأولى الفورة الأولى فارت لها سوف نحلها جيد سوف ندير هذا الفورة سوف نحل ذلك الكويرات لا تقدمي من الأحسن عندما ندير ذلك الكسكسو يكون سخون من الأولى و كان بدان نعطي عود ثاني المال كافي عينكم و ميزانكم أنا كي عجبني نخدم به عينكم و ميزانكم حتى نحسو بكسكسو ذلك نشرب لنا ذلك المال كافي و سوف نخلي عود ثاني للمرة الثانية خليته ترتاح واحد شوية عاد نديره في الكسكاس كل فورة ندير المال كافي و نخليه يرتاح و سوف نديره في الكسكاسي فورة هنا سوف نديره للتجاج لأنه قربنا نسعلي والتجاج كان يدهنه بزبيدة مخلطة مع شوية السمن و سوف ندخل الفران يتحمل على درجة حرارة مئتين الفوق و التحت حتى يأخذ لنا ذلك اللوين جيد نديره الثاني لديه القرعة هنا لديه القرعة التي أسلت لديه اللوز قليته و كمية لديه قليته و قليته صين و قليته مع جوج مع علقات الليمون مع السل و التي طحنته في الطحان و اللو في الطغمة و مكستة و اللوها كعجينة عفتي يا البنات القرعة مع الليمون مع السل و 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 أجل تجي لديه و عندي زنجلان اللي حمرته شوية في مقيلة للتزين هاد القرعة رحكتج خطيرة لبنات تيقوني هذه القرعة خضروه بها حتى الأطباق ديالكم طيبوا الحيمة في الطاجين و في الكوكوط و في طنيجرة الحيمة أولى الدجاج و خضروها بهذه القرعة الحمرة مع السلهية و الليمون مع السلرة تجي أكثر من رائعة هنا ديبودة دوزتهم في شي شوية ذي الزنجلان لكم الإختيار بطوز تدير الزنجلان بيض والزنجلان هذا العادي ماشي مشكي صافي نصف الكيمية ذلك للزنجلان و نصف الكيمية لا أعلم ماذا نصف الكيمية نصف الكيمية ذلك للزنجلان يجي خطير هنا الفورة ديالي فارد صافي نحن ندوذل الدرساج الفورة ديالي الثانية فارد نحاول نحل ذلك السيكسو هكذا بالفورة لأنه يبقون سقون المرة الأولى و ضروري أن نحل السيكسو سنضيف شوية السمن ربما تقولوا السمن كان في التفاية والسمن كان في مريقة نضيف شوية زبيدة مهم أنا أنا من عشاق شئ حاجة سميت هالسمن والذي كان مدرت كثير راكيلونس ديال ديال السمنة ديالكسب صورة تفاية شوية ديال السمن مدرت كثير صافي نحن نلبس ديالكسو بديك السمنة والذي كان فرحان عاجبني الحال صافي نحن ننسك سوف ننسك في الطبيسيل أنا في الثلاثة ندير طبيسيل لكي تأتي في الحطة زوينة و تأتي هماوية البنات اللي سنقول لكم السر كسكسو تفاية أول حاجة المريقة بصيلة تكون متحونة راكاد غمر لنا المريقة و ماتيشة اللي عمار ما جرد ماتيشة في المريقة ديال تفاية جربوها عافقكم بلا ما تقدروا بلا ما تخليوا كومنتر جربوا عاد حكموا المريقة كتجي ملبي و كتجي فنه و كتجي الديدة 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 الواحد درجة ما كتصوش والسر الثاني هو راس الحانوت راس الحانوت ثم راس الحانوت ربما سعيد من الناس وهي كراس الحانوت سأجلبكم للمريدان في صندوق الوصف انظرت معي مريقة كيف ستجح انظرت المريقة في ذلك المريقة وانظرت العرس العين بسيط لك وبهما كانت في عيد مواليان وجمعت مره يقوموا بشكل طالعي والجمع ايضا ومجمعت راس الحانوت على يديها سأجد للمريدان نعم لكراس الحانوت فهي السهوية ليس مهتم ينز Barn في هذا القرفةort في هذا الوهر وكゅويدmanship ولكن اريد ان يش explوص هنا هؤلاء الان انا certeza ل size عيش абсолютно أساسي لبنائت لا أعب lining انهاCoCoCoCoCo That's the 1994 لبناء ملبي كل كige السبا والصر الثالثة البنات هو التفايا أعطيها الخاطر أعطيها التعليقه 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 تخليها عافية مهيلة وبقى تشحروا 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 حتى هذه البصيلة تولي عندكم كراميلي وبنسبة للقرعة حتى هي لا ما يشوف القرعة زيدوا فيها واحد من غيزة ديالة الزيت لأنه ذلك الزيت هو اللي يعطينا ذلك الملويين في القرعاتيان سوف نعطيتكم الأسرار سوف تشحروا معي التفايا كيف تشحروا مع ذلك الدجاج اللي هو محمره و حاجة أخرى إلا كان عندكم الوقت من الأحسن الدجاج رقدوه إبادة مرقدة في العطرية ليلة كاملة أو لا في الصباح رقدوه واحد ساعتين للمكانه سوف يكون مهم بنيسبة للتسقية كل واحد كيف يشحروا مهم هذه هي تسقية ديالي أنا نتمنى أنها تعجبكم كان يرحمة منصات لكي يجيوا بيني اللي يفشكي بطبيعة تفايا و تفايا وجبتها فوق الدجاج أعطي شو أني أقول لكم هنالك المغربة تقربة يقدن و طالعة رائحة لا شهيدكم و دك لبودان يجبت الدجاج القرعة معصلة كنت أعطيها في أجانبات أعطي مرة الجهية سوف نشارك معكم شي طاجين للحم والدجاج بالقرعة كرياء المجنور تحكمت مرة أخرى يناوي مرة أخرى بدأتها في التفايق سلسافة سلسافة لأمامشوز سلسافة سلسافة سؤال بودان حالك وسلسافة بودان القرعة نقوش لكم على منظر كي ينظر حمك نحن نقوم السورة حاكمة ومن ينصروا من يقولون لابدتم التفايق عفوان أنا محاولة اعطني ان نقوم بأرض انا كنت نقوله تفاية و مقلي انا كنت نقوله تفاية و اذا نقوم بمعطاء البيض انا قلت البيض الكبير و انتظروا بيض السمان و اغلقوا بيض صافية مهم درت له ذلك زواق كل واحد يغلق فيها و اغلق القصرية على حسب الامستطاع و اغلق على حسب ذلك اللي يعرف ما مهم فات شي كامل ليه مهم فات شي كامل هو البنا اتباع بكم سوف أكتريكم هذه الحلقة سوف أقول لكم سحى وراحة ونطلقى نراكم إن شاء الله الفيديو جاي بإدن الله سلام عليكم